عشان كنا نقوم بتنمية ودي أنا أسمح لي سيد رايس أنا مستعيرها من الخبراء الاقتصاديين بيقولوا دايماً معضلة أي تنمية شاملة إنك تحقق إزاي التوازن ما بين الثلاث حاجات اللي فوق إنك ترفع معدل نمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل وتراعي البعد الاجتماعي وحماية الفئات محدودة الدخل وإنك توسع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتقال إن لا يمكن وإنت بتبدأ أي تجربة تنموية غير إنك أنت تعتمد على اتنين في الأول منهم بس مستحيل لأي دولة إنها تعرف تاخد التلاتة في وقت واحد كل تجارب الدول اللي إحنا عرضناها بدأت بالاتنين اللي فوق الدولة هي اللي تقود الدولة تدخل تنفذ وتبني ترفع معدلات نمو الاقتصادي توفر فرص عمل تعمل برامج حماية اجتماعية تهيي البنية الأساسية والمناخ عشان ييجي بعد كده القطاع الخاص يشارك وينفذ ويستكمل مع الدولة مشروعات التنموية دي ظروفنا اللي كنا فيها بالزبط في 2014 دولة في خضم عراق سياسي وعدم استقرار أمني وحاجات كثيرة جداً وبالتالي القطاع الخاص في مصر سواء المحلي أو الأجنبي كان غير مهيئ على الإطلاق إنه يقود عملية تنموية لوحده وبالتالي الدولة المصرية كانت لازم هي لتدخل وتنفذ هذا الموضوع ومن هنا كانت الرؤية والطموح إننا كيف نصيغ برنامج متكامل للتنمية إحنا برنامج ده عشان نبدأ ننفذه الحقيقة ويمكن أنا عايزة توقف هنا عند نقطة مهمة قبل مشرح بالذات إحنا عملنا إيه هناك سمات الدولة المصرية عملت اشتغلت عليها وشاهدتها في الفترة دي التسع سنوات أو العشر سنوات دول إننا إحنا ما كناش بنشتغل فقط وإحنا في ظروف مثلا اقتصادية غير طبيعية لا إحنا كان عندنا عدم استقرار سياسي وأمني شديد فكان كل تركزنا وإحنا بنشتغل في التنمية كيف نعيد الاستقرار السياسي والمجتمعي بعد سنوات من التخبط وعدم الاستقرار وكان وارد زي ما سياد رئيس قال إنه يبقى كل تركزنا في الفترة دي الأول أحارب الإرهاب وأضمن الأمن والأمان وبعد كده أبدأ عملية التنمية لكن ده ما حصلش إحنا اشتغلنا الاتنين مع بعض وده ليه تبعات وليه تكلفة أكبر لأن وارد وانت بتشتغل يحصل أي حادث يعني يؤدي إلى يعني مشاكل واستقرار ويضمر لك الشغل اللي انت بتعمله وده وارد إنه يحصل هذا الكلام يخوف أي حد إنه هو يجي يشتغل معاك ولكن احنا خدنا هذا القرار واشتغلنا عليه كان هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات إصلاح وانفتاح احنا ما خدناش بطريق المسكنات احنا اشتغلنا بجد على إصلاح حقيقي لحاجات كانت بالنسبة لنا من المستحيلات في الفترة دي تحركات جادة للقضاء أو الحد من الفقر الفقر فقط مش دخل الفقر كل الاقتصاديين اللي عارفين الفقر تعريف الفقر المتعدد الأبعاد إنه هو صحيح دخل ولكن الحصول على خدمات الحصول على بنية أساسية الحصول على مسكن آمن أكتر من بعد للفقر احنا اشتغلنا على كل أبعاد الفقر مش بعد واحد وترجمة نانسي قنقر